وعلى هذا يرجع شكاهم في بعض الناس يقول دائما لماذا هذا العالم يرتفع قدره وليس له ظهوره علام وهذا لا يرتفع قدره ويرزل نفسه دائما في الفضائيات وفي الإذاعات وفي غير ذلك هؤلاء يغفلون قضية الصدق والإخلاص والخشي في القلوب وأن الله يرفع أقواما بالخشي ويخضقها قواما بإنعدام ذلك من قلوبه ومن ثم يقول ابن الجوزي فيه الصيد الخاطر فصل إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر إنه على قدر جلال الله يجلكم وعلى قدر تعظيم الله واحترامه يعظم قدرك وحرمتكم وقد ادركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر السن فتهاول في الحدود فكان لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته وادركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العلم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير فالسرائر لها فالسرائر لها قموة وعظيم ومن ثم حين سؤلت لإمام أحمد رحمه وتعالى عمل نستفتي بعدك فقال سألوا عبد الوهاب وأنه عن المنكر ومناصرة المظلومين والقيام على الظالمين هذا العلم إذا لم يكن هناك شيء من هذا لا يوجد فائدة من العلم كما قال الإمام السفيان رحمه الله تعالى يقول لها العلم فضل بالعمل وإلا كانت سائل الأشياء وإلا عمارة فرق بينها علم وعلم إنها فضل بالعمل وإلا فوق بقية الأشياء من ثم قال الله جلعا واتبع عليه نبعا الذي ياتين وهاتم فانسالق منها فانتبعه الشيطان فكانها من الغوية ولو فيه لأ رفعناه بها وذلك ذكر الله في القرآن في موضعك شبه الله العالم اللي يعمل بعلمي في القرآن في موضعك وبيأخبر حيوانين والتشبيه الدقة ومعنى الموضوع الثالث سوطة جمعة كمثل الحماري يحمل أسفار تشبيه الأول دقيق وواضح لماذا شبه الله جلعا بالكلب يعني أولا الذي لا ينتفع بي شيء ودائما يقدر لحلسانة تتركه يلعا أو تحمل عليه يلعا لا فقط بين هذا وهذا وهذا أعطي علم أو ما أعطي علم مثلوك كمثل الكلب لا يعمل بعلمه والثالث كمثل الحمار يحمل أسفار أرصف حمار البلادة أرصف حمار البلادة وقلة الفام يشبه الله جلعا هؤلاء من حميد لبلداته وقلة فهوما لأن لو كان يفهمون ويعقلون لسارعوا إلى العمل بالعلم لأن الله أعطاهم شيئا كان ممكانهم يفقون الناس ويكونون أفضاء الناس ويكون سادة الناس ولكن ما صاروا سادة الناس صاروا حميرا للناس يركبونهم متهمة كان ابن عمر إذا سوئ عن فتوى قال سريدون أن تجعلوا ضاري جسرا لجهنم تفتي بكتاب السنة حتى لو أخطأت لا يضبون لك تفتي على الجمهور على حسب مريات الجماعين على حسب فتوى حسب الطلب هنا لو أصبت أنت خائل للأمانة الله سلعا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أعظم الخيانة الخيانة العلم خيانة الدين الناس الآن يرون خيانة الخبازين خيانة الأطبة يكافحون هذا الآن في الصحب ويواجهونهم يتكلمون عنهم والناس في مجالسين ينعنونهم ويسبونهم ويسبونهم ونعم هذا جيد أولا أخونا لكن فيما نوى أعظم منهم جرمة الخائل الدين هذا ما نعوى الناس يتكلمون عنه أن يلبس على الناس دينهم والله يقول تلبسوا الحق بالباطل والله لعن هؤلاء في القرآن ولكن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لأن هؤلاء كتموا ما أنزل الله إليه من الكتاب ومن البينات